أكد دكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن بيان البرلمان الأوروبي الأخير مسيس وما جاء فيه لا أساس له من الصحة وشدد غنيم على أن البرلمان الأوروبية يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة وأشار إلى أن هذا الأمر يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو أمر غير مقبول وأضف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري والادعاء كاذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم وهو ما لا يقبله أي وطني غير على بلاده خاصة أن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر